على الرغم من أن فرنسا تبذل قصار جهدها لوضع حد الانتشار فيروس كورونا، فإنها على موعداً مع سيناريو جديد، ربما يزيد من أجواء التوتر المرافقة للإجراءات الحكومية. الجديد في قصة الفيروس، عقب الموجة الثالثة التي تضرب أوروبا اكتشاف سلالة متحورة من كورونا في منطقة لابروتاني شمال غرب فرنسا. واللافت في الحالات التي تحمل هذه السلالة أن نتيجة فحوصها من كوفيد-19 سلبية. مدير الصحة في منطقة لابروتاني طمأن السكان وأكد أن النتائج الأولية للسلالة الجديدة ليست أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، كما أنها لا تنتقل أكثر أو أسرع من فيروس كورونا الأساسي. ودع المسؤول الفرنسي إلى عدم الاستسلام للخوف، مؤكدا أن الدراسات مستمرة لمعرفة نوعية هذه السلالة ومكافحتها، وأشار أنه لا داعي للقلق، بما أنه لا يوجد إنذار وبائي يدل على الانتشار في أماكن أخرى. وتعمل السلطات على اختبار مدى فعيلية اللقاحات الموجودة ضد السلالة المتحورة الجديدة، فيما أصدرت الحكومة قرارا بتعليق استخدام لقاح أسترزينيكا بشكل مؤقت، وأدى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في باريس، وزياد الضغط على أقسام العناية المركزة فيها لنقل المرضى إلى أماكن أخرى من البلاد.